السؤال شو اللي بيقودك إلى التجربة بتعرف؟ يعني من خلال خبرته حديثة مع كتير ناس دائما بيقولك الموبايل هل فكرت في يوم من الأيام أنك تصوم عن الموبايل؟ تقول أنا بدي أصوم ثلاثة أيام بدي أسكره مش عاوز أشوف ولا أي شيء لا مناظر ولا أفلام ولا كلمات أسمع ولا ولا عاوز أصوم بالكامل والرب يعلمنا أنه نتدرب على حياة الصوم شيء آخر كل ما يحدث في حياتك له سبب ولاه هدف تذكر أنه الله على العرش تذكر أنه الكلمة الأخيرة للرب اعتمد على النعمة يعني النعمة هي إحنا ما عايشين بالنعمة أصلا يعني خليك مش بس فكرك طاهر ولكن فكر السلام تحفظه سالما سالما المتوكل عليك تحفظه سالما سالما في إحشعية 26 آية 30 إن الأخطر أحب أن تكون مهزوم من الداخل ولكن ثق تستطيع أن تقول وَإِنْ سِرْتُ فِي وَادِ ظِلِّ الْمَوْلِ لَا أَخَفُ شَرًّا لَأَنَّكَ أَنْتَ مَعِي وتذكر أنه كل تجربة مثل ما قرأنا هي بشرية مؤقتة محدودة تذكر أنه الله أمين الله يجربنا مش عشان يصفعنا ولكن عشان يصافحنا وأنه التجربة مش رح تستمر وأنه الله رح يعطيك المنفذ والطاقة مش بس تتحمل أنك تطلع من هذه التجربة رح يعطيك قوة على الاحتمال والهروب من عبادة الأوثان هذه هي معاملات الله